أستاذ عمر هلالي أهلا وسهلا فيك نورتنا وألف مبروك على الفيلم السؤالي لقلك هو قديش كان بالنسبة لك الموضوع كتير تحدي خاصة أنه بقى لك بقى طويل جدا في موضوع الإعلانات وفجأة بقى فيه عمل سينمائي ما خفتش أنه يكون ما تجيبش الرؤية السينمائية المطلوبة؟ لا ما كانش عندي أي شك بصراحة أنا بحب عاوز أعمل أفلام وعاوز أعمل سينما من وأنه أنا طفل نعم درستهاش لكن صناعة الإعلانات وخاصات الإعلانات اللي أنا بعملها عادة ما بتكون قصص مش اللي هو بابا ماما خد جبنة روح لا يعني بتبقى قصة فيها تطورات فيها أحداث درامية معظم إعلاناتي كده والأعلان الإعلانات اللي أنا بحبها والإعلانات اللي كلها كسب الجوائز حول العالم فأنا ما كنتش خايف من إخراج السينما ما كنتش خايف وواسق أنه هو هيبقى حل وواسق في أن السكريبت اللي معايا حل يعني واثق في اللي أنا عمل أدي ساعدك أنه أنت مؤلف الفيلم وفي نفس الوقت المخرج على وضوح الرؤية الإخراجية؟ عاوز أقولك ده بقى سؤال كويس وسؤال صعب أو مش سؤال صعب كان صعب أن أنت تبقى الحكم على شغلك صعب أنا لما بيجي لي في الإعلانات بيجي لي سكريبت بتاع حد فأقول آه حلو هصوره زي ما هو لا مش حلو نازم نغيره فالتغيير ده is a creative process بيخليك أنت تبتدي تبداعي وتخلقي سيناريو جديد فساعتها تقولي للشخص التاني يقولك آه والله يا حلو طب ما تجي نرجع الحتة الفلونية تاك تاك قفلنا بقى معانا سكريبت هنا أنا اللي صاحب كل الأفكار والحقيقة الحمد لله يعني أنه كل الناس إذا من مجد الفطيم وفوكس أو إمجنيشن أو حفظي كله خد الفيلم كما هو محدش قال لي غير فيه حاجة فبالنسبة لي هو إيه ده هو كل الأفلام كده يعني هل أنا في حاجة غالبين أمتى حد هيديني input وكان حقيقة اللي كان بيديني input كان المساعد بتاعي اسمه توفيق خريش ساعدني في حتة ال input دي إنه شو رائعك نعمل كذا أقوله والله فعلا يعني بيديني حاجة أعمل منها bounce back طب كيف تتعامل مع الممثلين لدرجة أنك تطلع منهم الأداء المطلوب خاصة محمد فرق لأنه دوره كان صعب جدا والله بصراحة بتاعة ربنا مش هادر أقولك أي حاجة غير أن أنا عندي هذه الحمد لله الملكة أن أنا أقول للممثل أوجهه إزاي وده طول عمره موجود في الشغل بتاعي يعني في مصر في مجال الإعلانات قبل الأفلام كانوا يقولوا أن الرجل ده ممكن يخلي ناس مش شطرة أو يتمثل ما بالك بقى بقى سادزة زي فراج ونيلي وبيومي وطهو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر